خمسة آلاف بيت خمسة آلاف عائلة مصيرها مجهول بعد انذارها انذارا أخيرا من قبل الحكومة المحلية في سامراء برفع التجاوز خلال أسبوع لبناء مدارس ضمن حملة انطلقت لرفع التجاوزات بالتتابع نحن لنا حقوق يما الدولة والدولة مسؤولة علينا لماذا نزحونا؟ لماذا شيلونا؟ خلي يجي يطلع الجهات الأمنية الساكنة بيتي وسكني به انا افلش لها القاع وانطهي انا ما رأي دا المدينة بس انا من ضيمي اللي صار لي من الارباط عشر لحد الان ساكن بالتجاوز شين اجابني على التجاوز؟ اجابني ماكو عددها خمسة آلاف عائلة ارامل يتامة عالم يوم يشتغل يوم ما يشتغل زين وين يطوجها؟ اذا اريد يرجع المكانة قبل اللي يقولهم مخارج سامرة يروح يلقى القوات الأمنية قاعدة بيها روح ما تجي انت انت عليك مؤشر مواطنون اكدوا ان هذه المنازل متجاوزة تحوي الارملة والفقير واهالي المغيبين مطالبين بايجاد حل لهم لا سيما ان قرار مجلس الوزراء ينص على ازالة التجاوز على الاراضي المخصصة للمدارس والدوائر الحكومية فقط وترك غيرها خصوصا مع الايام الصعبة التي يعيشها البلد بموجة البرد الشديد كلها هذه ناس رامي ناس مطلقة ناس سهلة واذا مفقودة يعني من كل الجيهات فكل الخيرين من الكاظمي للمختصدير النواب الكل نسألهم امام الله اريدهم يلتفتون علينا الناشد رئيس الوزراء والوزراء والنواب اللي انتخبناهم هاي الناس فقرة وايتام وارامل وهاي حقوق شعب واحنا عراقيين ان نحق بهذا الوطن للمدارس ستبنى بوجودهم ولا حل لهم وبين هذا وذاك يبقى الخاصر الوحيد الفقير المعدم الذي ما زال يبحث عن سقف يحمي عائلته من برد الشتاء وحر الصيف والامل بإيجاد حل لهم للخلاص مما هم فيه فهل سيحدث هذا فعلا؟ من سامراء عبد المنعم الواسي قناة الفلوجة موسيقى موسيقى